مرحبا ويعطيكم العافية طلابي وطالباتي كنا قد انتعينا في حصتنا السابقة التحدث عن أولى أنظيمات اللغة العربية وهو النظام الصوتي اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن ثاني نظام من هذه الأنظمة وهو النظام الصرفي كنا قد تحدثنا عن النظام الصرفي بأنه بيهتم ببنية الكلمة وتحدثنا أنه مثلا بينبثق منه اسم الفاعل واسم الفاول وغيرها الآن رح يتم التعريف إن شاء الله فيه بشكل تفصيلي رح نتحدث كذلك عن تعريف المشتقات أنواعها ورح نذكر بعض الأمثلة عليها حتى نتبينها بعد ذلك رح ننتقى لأولى هذه المشتقات على وهو اسم الفاعل ورح نتحدث عن الحالات التي أصغ منها اسم الفاعل خيرنا نبلش فالحصة ونحكي بسم الله النظام الصرفي يعرف النظام الصرفي على أنه النظام الذي يهتم ببنية الكلمة مثل ما كنا أخبرنا حيث يهتم كذلك على ما يطرؤ على هذا الأساس من تغيرات أو إضافات سواء كانت على مشتقاتها أو على ألفاظها فماذا نقصد نحن بقولنا مشتقاتها كلمة مشتق هي الإسم الذي له أصل يأخذ منه بمعنى مثلا ممكن نيجيها بصيغة ثانية بأن الأسماء نوعا ما هي بتنقسم بين شقين بتنقسم ما بين أفعال جامدة وأفعال مشتقة الجامد هو الذي ليس له أصل يأخذ منه بينما المشتق الذي نستطيع أن نأخذ منه يربثق منه عدة مسميات وفي النهاية نشرح توضيح له اللي هو الفعل حيث الفعل يقال عنه الجذر اللي هو الأساس الجذر نستطيع أن نستخلص منه مجموعة من الأسماء ممكن نأخذ منه مثلا مثال بسيط ممكن كلمة كتبة نستطيع أن نأخذ من الفعل كتبة ننتبه أول شيء بأنه هذا فعل الفعل راح ينبثق منه مجموعة من المسميات نحو مثلا كاتب مكتوب مكتبة وغيرها الكثير إذا نظرنا إلى مجموعة من المشتقات سنجد بأنه منهم تنبثق لثمانية وممكن أكثر هذا بالنسبة لكلمة المشتق بأنه هو الاسم الذي له أصل يأخذ منه وننتبه بأنه معبارة عن اسم يأخذ من الفعل وأن نظام الصرفي يهتم ببنية الكلمة وما يطرأ على هذه البنية من تغيرات سواء على مشتقاتها وألفاظها قد تكون هذه التغيرات إضافات أو ممكن حذف أو زيادات وغيرها هنا أنا أدرجة مجموعة من الأمثل عليها راح تكون مساعدة لإلنا حتى نفهم أكثر ماذا نعني بكلمة مشتق مثلا عنه هنا كلمة مكتوب نجد بأن كلمة مكتوب هو اسم أخذ من الفعل كتبة إذن انتبه شو حكيت اسم أخذ من الفعل اسم أخذ من الفعل كتبة ملعب هو اسم أخذ من الفعل لعبة متعلم هو اسم أخذ من الفعل تعلم إذن هذا فوق ثلاثي جذر وفوق ثلاثي لا يوجد لديه جذر ثلاثي ومجتمع أخذت من الفعل الفوق ثلاثي اجتمع إذن هذا هو أن أنا ما أقصده بكلمة مشتق هيا أسماء وهيا التي أخذت عليها إذن نكمل حديثنا على أنه تموضع مجموعة من الأمثلة على المشتقات حتى نتوصلوا للفكرة بأنه هو اسم أخذ من فعل مكتوب أخذت من كتبة من ملعب أخذت من لعبة متعلم أخذت من الجذر الفوق ثلاثي تعلم ومجتمع كذلك الأمر أخذت من الجذر الفوق ثلاثي من الفعل اجتمع أما فيما بعد رح نتحدث عن أنواع المشتقات في اللغة العربية تنقصب أنواع المشتقات في اللغة العربية ما بين ما دلت على ذات ومعنى وما دل على معنى فقط ماذا نقصد بذلك؟ نقصد بذلك أن هناك مجموعة من الأمور تدل على ذات والمعنى أما أمور أخرى أو مشتقات أخرى تدل على المعنى فقط دون الذات ماذا نقصد بالذات والمعنى أو المعنى؟ الذات هو الشيء الملموس والمحسوس أما بالنسبة للمعنى فهو الجانب المعنوي المعروف ونوعا ما يكون في عنا هنا وصف وصف لحال الشخص صماته صفاته لزماني والمكان فنجد بأنها دلت على ذات ودلت على المعنى أما من الناحية الأخرى فيتدل على المعنى دون مدلولها على الزماني والمكاني أو حتى مدلولها على ذات الشخص أو الشيء الملموس أو الشيء المحسوس ما بتهتم بهذه الأمور أما بالنسبة للذات والمعنى فهي تنقسم ما بين وصفي وغير وصفي وصفي بأنها تصف حال الشخص سماته صفاته مميزاته يعني هذه الأمور جميعا أما بالنسبة للغير وصفي فهي تهتم فقط بوصف مثلا تهتم في التحدث بشكل عام من غير وصف مستمعيات ذلك الشخص أو سماته أو صفاته فتندرج مثلا تحت الوصفي اسم الفاعل نغير اللون تحت الوصفي يندرج اسم الفاعل اسم الفاعل يهتم بحال الشخص أنه تهتم بمن قام بالفعل أو اتصف به فهي تهتم بالوصف اسم المفعول كذلك الصفة المشبهة وكذلك صيغة المبالغة أما التي لا تهتم بهذه الجوانب وتهتم من ناحية الزمان والمكان من غير وصفها لذلك الشخص أو هيئته فهو اسم المكاني اسم الزماني واسم الآلة أما التي تدل على المعنى فقط دون المدلولها على الذات أو مثل المدلولها على زمانه ومكانه فهو اسم المرة والهيئة فقط هذا بشكل عام يعني عن أنواع المشتقات بأنه تنقسم بين ذات ومعنى ومعنى الذات والمعنى تنقسم بين وصفي وغير وصفي أما المعنى فقط التي تهتم فقط بالجانب المعنوي دون الجانب الحسي وهو اسم المرة واسم الهيئة بعد حديثنا عن هذه الأمور رح ننتقل لنستعرض معكم المشتقات التي سيتم التحدث عنها خلال هذه المادة المشتقات التي رح يتم التحدث عنها في نظام الصرفي خلال هذه المادة سنبدأ في حديثنا مع اسم الفاعل فيما بعد رح نتحدث عن اسم المفاول بعدها عن الصفة المشبهة وصيغة المبالغة بعدها اسم الزمان والمكان اسم المرة والهيئة وأخيرا مع اسم الآلام رح ننتقل معقولة هذه المشتقات ألا وهو اسم الفاعل اسم الفاعل ما هو تعريف اسم الفاعل؟ بأنه احنا حكينا أنه هو اسم مشتق فأكيد بداية الشرح رح نحكي أنه هو اسم المشتق أو بداية معنى هو اسم المشتق يدل على من قام بالفعل أو من اتصف بهذا الكلم إذن هو اسم المشتق يدل على من قام بالفعل أو من اتصف به ويصاب اسم الفاعل من الفعل الثلاثي أو الفعل الفوق الثلاثي طبعا الثلاثي فيه إلو مجموعة من الأمور والفوق الثلاثي إلو قاعدة معينة رح تم التحدث عنها الآن خلال الشرح تمام احنا هنا في عنا مجموعة معنواع الكلمات طبعا احنا هنا عم نتعامل مع الجدر الثلاثي اذا احنا هنا عم نتعامل مع اول امر احنا حكينا عنه اللي هو الفعل الثلاثي هنا احنا عم نتحدث عن الفعل الثلاثي حيث يصاغ اسم الفاعلي من الفعل الثلاثي من انواع الكلمات التالية الصحيح والسالم المهووز معتل ومثال معتل واجواف معتل ناقص ومضاعف قبل ما ابلش الحديث عن هذه الامور لابد ان انا اتبين للكم ايش معنى هذه الكلمات او ايش هذه الانواع الصحيح وسالم هي كلمات او افعال خلت في جذورها من حروف العلة تخلو من حروف العلة في جذورها اللغوية حروف العلة هي الالف الواو واليا المهموز معروف طبعا في عنا همزة باول الكلمة ثاني الكلمة واخر الكلمة المعتل نجد بانه معتل مثال معتل مثال نقصده بذلك بانه اول حرف فيه هو حرف علة اما بالنسبة لمعتل اجواف فهو ثاني حرف فيه هو حرف علة اما معتل نقص فهو اخر حرف اخر حرف فيه هو حرف معتل والمضاعف معروف كذلك اذا بعد ما تم تبين نوع الكلمات وتبين هذه المصطلحات رح يكون سهل علينا الان من ناحية تطبيقية لكن كذلك ابل ما ابلش معكم من ناحية تطبيقية فيه قاعدة جميلة لابد انه احنا نعرفها حتى تسهل علينا حل اسم الفاعل لو مثلا جاءت اي كلمين قدرنا احنا نصيغها على اسم الفاعل او مثلا اذا كانت في عنا فقرة وبدنا نطلع منها اسم فاعل رح تكون هذه الطريقة كذلك سهلة علينا اللي هي انه احنا منيجي للشيء يسمى بالميزان الصرفي حيث نأتي بالاصل اللي هو الجذر ونضيف عليه الف في ثاني حروفها ماذا نقصد بذلك شو اللي عم بيصير اذا سوف اوضح لكم ماذا اعني بالميزان الصرفي بان مناخد الجذر ونضيف عليه الف في ثاني حروفها يعني مثلا انا عندي الجذر هنا فعل كلمة فعل طبعا عندما اقول فا الفعل انا اقصد اول حرف عين الفعل هو ثاني حرف لا والفعل هو الحرف الثالث اضع بعد فا الفعل حرف الالف فقط بكل هاد الحلاء وما يجع عليها من تغيرات نتحدث عنها لكن ثاني حرف فقط نضعه الف بتصير عندنا هيك فعل نشوف هاي مثلا عندنا الصحيح وسالم كلمة شريبة اول شيء هي دخل من حروف العلة تأكدنا من هذا الامر الامر الثاني هذا الجذر الشريبة سوضيف هنا حرف الالف رح تصير عندنا شارب فقط احنا نضفنا بعد الحرف الاول حرف الالف اما بالنسبة للاسم الاخر فهو المهوز احنا نحوى السيفة سألة وقرأ وفي قاعدة هنا لابد انه اطرحها انه عند اندماج الالف المهموزة مع الالف الساكنة سنتحور الى الاف ممدودة فارح تصير عندنا من اسفة اسف وسألة سائل وقرأ قارئ اذا ننتبه ان الحرف الثاني اللي استخدمناه هو حرف الالف فقط نحن نأتي بالكلمة ونضيف عليها الاف بعد فائل كلمة او بعد فائل فعل اما بالنسبة للمعتل معتل المثال نحوى الكلمة يوجده فنضعوا الواو و جد فقط قال قائل هذا نحوى معتل اجوى ناقص رامي او رامن من طبعا هاي في عندها قاعدة كذلك لابد انه احنا نتحدث عنها القاعدة اللي موجودة بمعتل ناقص بانه يعامل اسم الفاعل اللي منتهي عندنا بحرف فعله يعامل اسم الفاعل وعاملة الاسم الناقص اذا كان معرفا اذا لم يكن معرفا بالتعريف وغير مضغفا فانه بتلك الحالة سيتم حدث ياؤه اذا في الحالة الثالثة من حالات الاسم المعتل بانه نقول بان المعتل الناقص يجب ان اعرف عليها خلال طرحنا لهذا النوع من المادة حيث نقول بانه المعتل الناقص يعامل المعتل الناقص في اسم الفاعل معاملة 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 الاسم المنقص حيث تقلب الالف الى 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 وتحذف الى 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 حالتين الرافع والجر وتبقى في حالة النصب طبعا تحذف في حالتين الرافع والجر اذا لم يكن الاسم اذا لم يكن الاسم اذا لم يكن الاسم مضافا او معرفا او معرفا بقل اذا احنا بدنا ينتبه على الكلام اللي احنا حكيناه حالياً بانه يعامل المعتل الناقص او معتل الاخر في اسم الفاعل معاملة الاسم المنقوص حيث تقلب فيه الالف الى هيها رمى الى قلبناها الى وتحذف اذا لم يكن معرفاً بقل التعريف او مضافاً في حالتين الرفع والجر وتبقى في حالة النصب ممكن ناخد كمثال اذا المثال لدينا هذا محامل بارع هذا تعرب بكونها مبتدأ اسم اشارة ببني في محرفة مبتدأ بينما محامل فهي خبر للمبتدأ خبر للمبتدأ خبر للمبتدأ ننتبه انه هي حالة رفع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة مقدرة على الياء المحدوفة لأنه اسم منقوص وبارع نات اذا احنا هنا انتبهنا على انه كلمة محامل هنا حدفت فيها الياء لماذا؟ حدفت فيها الياء لأنها جاءت في حالة رفع هذا واحد ثاني الشيء لم تكن معرفة هي لم تكن معرفة ولم تكن مضافة ليست معرفة بالتعريف وليست مضافة فلذلك حدفت الياء وعوضت عنها بتنوين العوض وعند الاعراب نقول بأنها مقدرة على الياء المحذوفة لأنها اسم منقوص تمام اذا هذا بالنسبة لقاعدة المعتل الاخر في اسم الفاعل اما بالنسبة للحالة الاخيرة من الفعل الثلاثي فهو مضاعف اذا كان في عندنا كلمة مضاعفة فالتضعيف لا يفرق يبقى كما هو يبقى التضعيف كما او يبقى المضاعف كما هو فقط نضيف عليه الف فشدة شاد فقط شدة شاد خليه مثل ما هو وحط الف بس الشيء جدا سهل وبسيط واعتقد ان هي اسهلهم يعني هي صحيح وسالم اما الان رح نيجي الامر الثاني وهي اسم الفاعل فوق ثلاثي قلنا اول شيء عن الحالات التي يصغ منها اسم الفاعل من الفعل الثلاثي والان سأتحدث عن ما يصغ منه الفعل الثلاثي من فوق ما يصغ منه اسم الفاعل من الفعل فوق الثلاثي ما يصغ منها من الفعل فوق ثلاثي لما بتيجي عندك كلمة ليس لديها اصل او جذر ثلاثي اصلها اصلا تيجي رباعي خماسي فيما فوق في هذا الحال انا شو بسوي في هاي الحالة انا بتعامل معها معاملة الفعل المضارع اول شيء بوزنها على بزن الفعل المضارع مع ابدال حرف المضارع الى ميمة المضمومة وكسر مع قبل الاخر بتهصفنا انا عمد نحطط لهذه الصورة لانه في كتير من الاشخاص بس يشوفوا هذا النوع من الجمل يو يصفنوا يو يعملوا سكب وهذا الشيء مش مطقي نوعا ما لما بتجينا الجملة مثل هيك اول شيء بنعمله بانه احنا لازم نحللها فاكفكها فاكفكها حطها نقاط وحللها دعوا نحللها مع بعض اول شيء ما نتأكد منه على ان الفعل فوق ثلاثي اول شيء فوق ثلاثي الان ايش الاجراءات اللازم انا اعملها لحتى امشي على قائلة الاسم الفوق ثلاثي اول شيء نزنها على وزن الفعل المضارع اذا اولا على وزن الفعل المضارع المضارع نقلب من خليه على المضارع بعد من خليه على المضارع شو ما نسوي مباشرة بقلب لدينا حرف المضارع طبعا حرف المضارع معروف هو حرف الياء نقلب من خليه على المضارع 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 الحالة الاخيرة الي هي كسر ما قبل الاخر ننتبه انه هي كسر لانه بالاسم المفعول احنا منفتح ما قبل الاخر فبدنا ننتبه لهذه الحالة كسر ما قبل الاخر إذا احنا هنا فكفكنا الجملة اول شي اتأكدنا على انه هي فوق ثلاثي ثاني الشي بدنا نوزن هذا الفعل الموجود عنا على وزن الفعل المضارع بعدين رح نبدأ الحرف المضارع الياء رح نقلبه لميم مضمومة واخر الشي رح نكسر ما قبل الاخر وطبعا هذا كله رح يتبين لنا من الناحية التطبيقية في عنا كلمة زلزلة رح نقلبها لفعل مضارع بتصير يزلزل كذلك الحال دحرجة بتصير يدحرج وفي عنا خطارة بتصير يختارة وطبعا هاي في الها قاعد نقلبها الزلزلة قلنا يوزلزل دحرجة يدحرج اختارة يختارة يوزلزل هي حرف المضارع هذا هو الوين الكمية لحتى تندبه يوزلزل يدحرج يختارة تمام؟ اختارة واختارة واختارة مختارة اختارة 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 لا نقلب الالف فقط نضع مين مضارع نقلبه الى وزن المضارع وبعدين نضع المئلوب لمين مضموبة ونخلل الحرف مثل ما هو ما مئلوبة انخفله مثل ما هو مختارة إذن الشيء اللي أنا بدي أتبينه كمان يزلزل مزلزل يدحرج مدحرج يختار مختارة فقط هذه هي القاعدة ألبناها لمين مضمومة قسرنا ما قبل الآخر ألبناها لمين مضمومة وكسرنا ما قبل الآخر وكذلك ألبناها لمين مضمومة وما كسرنا ما قبل الآخر خلينا مثل ما هو وفقط يعني هذه هي قاعدة اسمه الفاعلي من الفعلي فوقه الثلاثين منقلبه لوزن الفعل المضارع منبدل حرف المضارع عالمي مضمومة ومنكسر ما قبل الآخر وفقط هذه بالنسبة لقاعدة اسم الفاعل وكانت كان حديثنا اليوم عن أولى مشتقات الميزان أو أولى مشتقات النظام الصرفي تحدثنا عن تعريف النظام الصرفي بأنه بيهتم ببنية الكلمة تحدثنا كذلك على معنى كلمة المشتق بأنه هو فعل أخرى منه مجموعة من الأسماء أو كلمة لديها أصلا يؤخذ منه كذلك تحدثنا عن أنواع المشتقات ما بين التي تدل على معنى وذات وما بين التي تدل على معنى دون الذات بعدها تحدثنا عن أولى هذه المشتقات على وهي اسم الفاعل وتحدثنا عن الصيغة التي تأتي منه اسم الفاعل نحو فوق الثلاثي والثلاثي وفقط هذا كان حديثنا لليوم إن شاء الله في الحصة الجاي رح يكون حديثنا عن اسم المفعول ورح بعد من خلص من اسم المفعول نطرح مجموعة من الطبيقات والأسئلة نحو اسم الفاعل والمفعول لحتى نقدر نتبين الاختلاف الموجود بينهم وكذلك نشوف إذا إحنا مقدر نفرق ما بين اسم الفاعل واسم المفعول وبنكون إن شاء الله هي كأنهينا لحصة اليوم كانت معكم في الريال عادل من مرصة وتن